كاملين سلمة دائماً نحن بوخاصة بهذا الزمن مدل شي مستحيل دائماً العلم عم يلاقي حلول لأي مشكلة غير الماضي دائماً كنا نفكر أنه نخاف من الشيخوخة وبس نكبر من التجاعد وهدو القصاص ولكن اليوم الطب لقى بديل عن الشباب هدو القصاص بالحقن بوتوكس فيلار وهدو القصاص اليوم هنفرض مساحة أكتر لنحكي عنهم صحيح رشا يمكن تطور الهائل اللي عم نشهده بمجال التجميل بالفترة الأخيرة خلق صورة أمام الناس صورة يوصلوا إلى مبتغاهن أنه يكونوا بهذا الشكل حتى إذا بنا نشوف بالمجال الفني صار عندنا كثير فنانين عم بغيروا أشكالهم بشكل كامل ببعض الأساليب التجملية إلى الضفة الأخرى إذا بنا نحكي المساوئ والإيجابيات فهو أيضاً بحر واسع رح نغوص أكتر بتفاصيله مع دفتنا لليوم الدكتورية هلاء الحوش وهي اختصاصية بمجال التجميل يسعد صباحي وصباح الجمال اللي بقيان لسه شوي منه طبيعي يسعد صباحي صباح الخير لألطان ولكلي اللي عم بيشوفونا إن شاء الله هيك اليوم نقدر نحكي كم معلومة حلوين ومفيدين يسعد صباحكم خلينا هيك نستغل للوقت نحكي عن الحقن التجميلي شو تأثيروا على الصحة؟ ويومات اليوم الصبية أو الشاب اليوم ما عاد فينا نقول الصبايا عم يروحوا وراء هاي القصة لأنه عم نشوف الشباب سباقين اليوم بهذا الموضوع بأي عمر اليوم مفروض اليوم الصبية أو الشاب بيلجأوا لموضوع الحقن والتجميل هلأ مثل ما تفضلته وحكيته أنه نحن هلأ صرنا بزمن صار فيه ثورة كتير كبيرة بطب الجلد التجميلي وصارت هالإجراءات عم تعطي نتائج خلينا نقول سحرية فعالة لحل كتير من مشاكل الجلد أي مشكلة ممكن أنه تعاني منها الصبية أو حتى الشاب هلأ عمر معين أنا برأي أو بالأحرى الأخصائيين هلأ بآخر فترة بيقول لك أنه ما في عمر معين لحتى نحن نبدأ بهالإجراءات العلاجية هلأ طبعا هلأ أنا ما عم بحكي بأعمار الستاش وسبعتاش هلأ العمر الوسطي اللي بيبدأ فيه الجسم يفقد الكولاجين بالخمسة وعشرين ومتبلش بقى هالتجاعد تصير أكتر وضوح أو تبلش بقى تبين هلأ أي حدا بيتطلع بالمراية وبيشوف أنه بشرته معد فيها قلو معد فيها النضارة صار بقى يبين فيها هالتجاعد الناعمة أو التجاعد بوضع الراحة أو أي شيء ممكن يكون زعجه مو بس مشكلة التجاعد خلينا نقول بقى عند نداب أي مشكلة ممكن تكون رخاوة صار بقى عم بيشوفها مشكلة بالنسبة لإنه وفينه بقى يبلش بهالإجراءات العلاجية أنا فتم معين هلأ كله وعم بتغيير يعني ما ضل بس على الأخر القصة صحيح صح ويمكن هون بدنا نسأل يعني نشوف كمان على صفحات مراكز التجميل وهي يمكن مشكلة هلأ بنشوفها كتير كتير أشخاص بيروحوا صوب الحل ولكن بالطريقة الأرخص يعني بيسأل دائما شو بقدر أعمل بوشي شيء وأرخاصه وشفنا مراكز تجميل جيدة عم تعتمد على دكاترا مختصين وفي مراكز تجميل عم بيكون الاختصاصيين ما بينفسها الكفاءة لهيك عم نشوف في حالات إنه واحد عم يعمل تجميل عم يبشع ما عم يحلو بصراحة يعني فغيرنا نحكي كمان عن هذا الشيء هل صرنا عم نشوف هلأ عالم التجميل وعمليات تجميل سوء مفتوح؟ هلأ الفكرة أنه صار التجميل كتير متاح لأي حدا وصار في ناس منهم البروفيشنل منهم أكاديبيين منهم أخصائيين عم يشتغلوا هلأ ما بنا نحكي لأن إحنا بأسباب كتيرة أو بدنا نشوف أنه إحنا مثلا بلد ما فيه كتير كونترول على خلينا نقول على الشيء الصحي بس أنه بالمجمل أنا دايما بنصح أي حدا بده يعمل أي شيء يختار دايما اليد الخبيرة أنه الطبيب يكون أخصائي بهالمجاة المواد تكون هاي كواليتي المواد كتير تكون منيحة جيدة الواحد ما يسترخص ما يسترخص أبا لأنه المواد اللي رخيصة مع الوقت كتير إلى سايد إفكت على المدى البعيد يمكن المريضة ما تشوفها هلأ بس تشوفها لبعدين يعني ذكرتي أنه اليوم لازم تكون الدكتور هاد اختصاصه اليوم اختصاص تجميل لعنا يعني شو المؤهلات الطبيب يعني معقول يكون في دراسته عملية الحق كيف ممكن تكون نوع الفلار طبعا هلأ نحن عم بحكي مثلا على الأطباء اللي هون بالبلاد اللي عم تمارس الحقن هلأ المفروض أنه ما بدي كمان كتير أحكي أو أزعج باقي الاختصاصات بس أنه المفروض يكون طبيب الجلدية أو جراحة تجميل هو المخول أنه يشتغل هاي الإجراءات لهو بيكون أكتر دراية بالتشريح بالمنطقة وين فيه أوعية كبيرة ما لازم نحن نقرب عليا أو نحن بقلب الفلر وين فيه أعصاب تفرعات أعصاب شرايين يعني هو بيكون الأكثر دراية فيهم بالتشريح هلأ بشكل عام مين ما اشتغل فيهم خلينا نقول من الأطباء يعني عم يظل أفضل بكتير من الناس اللي ما مع الشهادات أو بتروح بتعمل كورسات أو دورات منهم يعني تماما اختصاصيين اللي عم يشتغلوا بهالمجال طيب دكتورة خلينا نحكي كمان اليوم عم نسمع عن مصطلح شائع اللي هو إبرة النضارة إبرة الفنانين إبرة النجوم وبيفصلوا لنا معلومات طبية بيحكوا عننا وهي عم نشوفها على الصفحات حاليا على السوشال ميديا على كل مراكز التجميل الكبيرة والصغيرة إنه هاي الإبرة تحتوي على كذا وكذا وكذا وتفيد بي وي 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 شو صحة هاي المعلومات فيه هيك إبرة بالوجود يعني فيه طبعا هلأ صار فيه ثورة حقيقية بطب الجلد التجميلي ويوم عن يوم عم تنزل مواد طبعا أخذة FDA approved يعني موافقة عليها من نظمة الصحة إنه يعني هي هاي المواد صارت عم تشتغل لأنه تأخر الشيخوخة على المدى البعيد يعني بتشتغل على تكوين كولاجين إلاستين بالجلد أنه مثلا ممكن أنه تخفف لنا اللي بصير بالجلد لسنين لقدام في كتير مواد من ماركات عالمية كتير مدروسة وفيها مواد كتير مهمة بس هي هاي التسميات التجارية اللي عم بتصير هي عم تصير نوع من الدعاية أكتر من ما هنه يعني فعاليتهم الحقيقية فيه كم ماركة عالمية وموجودين بالسوق وأثبتوا فعاليتهم بس فيه شغلات اللي عم تحكي عنه اللي عم نشوفهم نحنا دعايات وصفحات هنه ماركتينج أكتر من ما هنه فعالين بنفس الدعاية اللي عم تتسوق لألون يعني أبرت الفنانين قلتيلة أبرت المشاهير أبرت المشاهير يعني فينا نقول له هي نص خلصق يعني صارنا نضيع يعني أنه مين فلانة أنه بتشبه فلانة يعني صارت تقطيع الوجه طريقة تدوير الوجه عم بيروحوا لأسيسية موضة بس بش يعني حلو كل حدا يكون عنده يدرر Down خلينا نحكي اليوم التجميل على المدى الصوير يعني أنا استخدمته مرة وتنتين وسنين بالنهاية شو تأثيراته السلبية؟ شو ممكن يأثير سلبي عليه؟ أنا واحد أنا بعد أدرة ماتديا أني أنا كفي بهذا الطريق هلا في فكرة دايما بيسألون عنها المرضى إذا أنا بطلت أعمل متل ما تفضلت وحكيتي أو ما ضل معي مصاري أو ظروفي ما بقى صحيا ما بقى تساعدني أني أحقن هالمواد يعني ترى أنا برجع أسوأ فالجواب هو قطعا لا كل ما بلشنا بعمر أبكر طبعا أنا برجع بنوه وبأكد بالمواد الكتير منيحة والجيدة والأخذة FDA كل ما بلشنا بعمر أبكر كل ما أخذنا نتيجة أحلى كتير لقدام بشرتنا بتصير أسماك التجاعد بتصير أقل حاجتنا للحقم بتصير أقل والجلد أبدا ما بيرجع لورا ما بيرجع بيترهل مثل ما بيحكوا أو مثل ما الفكرة الشائعة إذا إحنا بطلنا نحقون مراتا إحنا رح يصير وجهنا أبشع الجواب هو لا أبدا على المدى البعيد بتلاقي فرق أصبط أحسن إذا بتقارني حالك بناس مثلا من نفس عمرك وأنت كنت تحقني وهنا ما كانوا عم يحقنوا بتلاقي لا أنه أنت وشك ببين شباب أكتر وأصغر بالعمر وفيه نظارة أكتر طيب دكتورة كمان بنسمع يعني وهذا الحكي من أطباء يعني كتير نحنا أوقات بنستضيف أطباء تغذية وغيره من الأختصاصات بيقولوا أنه جسم دائما بيستفيد من الشيء من الداخل أكتر من الخارج يعني مثلا أنه الكريمات اللي بنسمع عنها كريم للتجاعيد وكريم ما إلى نفس الفائدة غير لما بيكون الجسم عم ياخد هاي الفيتامينات أو هاي الخصائص من الداخل هل اليوم التجميل بات هو بديل لهاي الحلول؟ يعني أنا اليوم ما غيزائي مجيد ما عندي فيتامينات بروح باخد حقا معين لأنواع من الفيتامينات بالبشرة بعطي كل جين للوش؟ أكيد لا ما في شي بلغي شي كله بدي تكامل بالنهاية خليني فيتع ضرورة هاي الفيتامي؟ الجلد نمت ويأخد غزاءه أكيد من الدم يعني أكيد هالي بتلاقي الناس اللي هنه هالفي ستايل بأكلهم وبحياتهم أكيد بشرتهم أفضل بكتير شعرهم أضافرهم شكلهم بيبين أصغر وأفضل بكتير من الناس مثلا المدخنين اللي غزاءهم كتير سيئ اللي بيسهروا كتير اللي عنده نقص بفيتامينز بمعادن معينة لا كله بيكمل بعضه ما فينا نلغي شي على حساب شي كله بيكمل بعضه هلا مثل ما منرجع منحكي ومنأكد أنه نحن هالإجراءات التجميلية الصغيرة اللي عم نعملها بتخفف من المشاكل الموجودة بس هي ما بتقدر تكون حل جزري ونهائي لا ما بتلغي أكيد لا بعدين الأغذية مثلا خلينا نحكي مثلا بيقولك أنه التفاح الأخضر اللي بيأكل كل يوم بتفاحها ما بيزور طبيب حتى بيطب الجلد أنه اللي بيأكل كل يوم بتفاحها الصباح تلاقي شعره أحسن بشرته بيخف منه لكتير التصبغات بيكمنتيشن حب الشباب كتير بيخف بتلاقيهم مثلا كمان بيوعوا الصبح بشرتهم فيها لون حلو فيها نضارة فهلا بنأكد كتير على تفاحها خلي خاص كلها تنزل تفاحها تفاح بلا البوتوكس بلا الميزة بس في فكرة اليوم هون أنه العمر يعني أنا اليوم بجوز جسمي ما يأخذ نفس الفائدة في عمر محدد بيبطل أنه يأخذ فوائد الغذائية من المواد الغذائية كل ما كبر بالعمر الإنسان هلا أكيد هلا أكيد الشيخوخة الأزية اللي بتصير بـDNL الخلية أكيد يعني بتصير الفائدة أقال مع الوقت بس أنه ما فينا أنه والله إذا نحن صرنا بالخمسين ستين ما عد نستفيد بقى من هالفيتامينز ومن هالأغذية اللي عم ناخدها بصير بقى بدنا إجراءات إضافية أكتر نوعية أكتر ونشتغل بإجراءات تانية أكتر دكتورة هلا قبل ما نختم حديثنا أبرز النصائح اللي بتحبي تتوجهي لها فيها لكل اللي اللي عم يسمعنا وهو ممكن يكون سواء صبية أو سيدة أو شب أو رجل أنه حابب يدخل بهذا المجال حابب يحسن مظهره شايف عنده بعض المشاكل شو الإيجابيات والسلبيات هيك النصائح الصغيرة إذا بتريدي بختام حديثنا هلا مثل ما أنت تفضلتي وقلتي حابب يحسن من شكله كلياتنا أكيد مع التحسين مع أن ننظر نحافظين على جمالنا وشبابنا ونبين أصغر وصحيين أكتر بس ما نغير بأشكالنا التغييرات الجزرية ما نحط كميات كتير كبيرة أحياناً عم بيكون العلاج هو أنك تدو بالفلر أو تشيلي هالمواد هذا اللي عم بيكون التريتمينت لتأدميه للمريض لحتى يصير شكله أحلى أنا دايماً أبأكد على هالخطوة أنه نحنا فينا نكون حلوين بس ما نغير أشكالنا التغييرات الجزرية اللي عم نشوفها بالعكس أنه عم بيبينه أكبر وما عم بيبينه أحلى ومثل ما حكينا يعني أنه كل واحد الشي اللي هو ملاقي دفو يعمله يعني النتائج تكون مرضية بالنسبة له إن شاء الله أكيد دكتورة دائماً محاولة التقليد هي عم تكون أكبر الأخطاء يعني أنا ممكن وجه بيبقى له تجميل حدا تاني يعني فكتير اليوم وهم كمان الدكتور يعطي نصائح لمريضه أنه أنت مثلاً هذا الشيء جاي تطلبه ما بيبقى لك يقدر يقنعه يعني هون فهون الفكرة أنه إذا اقتنع أو لا يعني صح لنحن نعطي دائماً رأينا بس بالنهاية أنت أو هو أو أي حدا يعني هو اللي عم يشوف حاله كل يوم على المراية صحيح فبالنهاية نحن ننصحه بالشي اللي بيطلع أحلى وبالأخير بالنهاية كمان المريض مثل ما هو بيحب لأنه هو اللي عم يشوف حاله كل يوم يعني والإنسان حكيم نفسه أولاً وآخيراً نتمنى هذا الشيء دكتورة هلا بنا تشكر حضورك لليوم وهيك على طول صباحك جمال ومعلومات طبية جمالية شبابية حلوة وشكراً لكم وعلى الاستضافة ونهاركم سعيد نهارك سعيد شكراً